بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع المكذبين وده لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منع للخير معتد أتي من عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا ماله وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسموا على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليطرمونها مصبحين ولا يستثنون فطعف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يردوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وردوا على حرف قادرين فلما رأوها قالوا إنا لظالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طارين أسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إننا إلى ربنا ظالمون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمستقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدوسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك الزعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يخشط عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبطاهم سراقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهم لي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغم متقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوث إذ نادى وهو مثبوم لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذنوم فاجتباه عبده فجعله من الصالحين وإن يتاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين شكرا